اعتبر نقيب المحامين مازن الشدات خلال مشاركته في برنامج جعاين الحدث على قناة الأردن اليوم أن القرار الأمريكي بتهويد مدينة القدس المحتلة وجعلها عاصمة للاحتلال أحيا من جديد الوحدة العربية بكل أطيافها أنا بشكر تراب بشكره شكر جزيل لأنه نفذ هذا القرار يوم 6-12 لأنه عمل ثلاثة شغلات فينا الأمر الأول أنه وحد الشعب العربي بكافة فئاته وأحزابه ومنظماته وكافة أطيافه الشعبية أو الحزبية الأمر الثاني أعاد لنا ذكرى الانتفاضة عام 1987 اللي صارت فيه 8-12 صحيح وهاي الانتفاضة إحنا الآن نحتفل بذكرها الانتفاضة اللي قادها الله يرحمه أبو جهد هذا الأمر الأول أنه أعاد أعاد الشعور إلنا بالتوحد الأمر الثاني أعاد إلنا أمر مهم جداً كلمة فلسطين لأنه الناس نسيت اتجوازها الربيع العربي نسيت كلمة فلسطين ولاحظ أنت معي أنه بدأنا بالفترة الأخيرة من عام على الأقل من عام 2006 الضفة الغربية قطاع غزة السلطة الوطنية حماس لكن اسم فلسطين تم شطبه من كل أجنداتنا نعم السياسية أو حتى الشعبية السياسية أو حتى الشعبية